بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم لبنات رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة لحلويات العيد هذا سبيسيال للناس اللي ميحبوش الحلويات اللي تكون شوكولة وفيها بزاف خدمة لزامون دين معرفة بزاف يعني انها تخرج ببنينا مشاء الله جبت لكم الهنا 250 جرام تخرج لكم حوالي 45 حباب ليمو اللي استخدمت هنا اياه لابات وش فيها 250 جرام مع كيس سكر كيس سكر مع حبة بيض ولافاني راح نلم بالفارينة ونزيد نصف مورفة صغيرة تخميرة الحلوة هنا في الأول جرت لامارقارين مع كيس سكر مع الحبة على البيض ولافاني كمال عدة البنات نخلطهم هذو بالباطر مليح حتى الخاليط هذك يرجع اللون تاعو وشوية فاتح ناهاكذا كيما اللي هنا اللي ما عندهش باطر الابنت متحي يرحمونه غير بيدها فقط وهي فريطة وشنه لازم المارقارينة تاعك تكون طريا ناهايلك هنا درتم غرفة صغيرة تعخميرة الحلوة وراح نلم هنا بالفارينة نحطو شوية بشوية الفارينة اللي بنات حتى تلم عندنا العجينة هنا يشوفوا العجينة ما نقول لكم مش الضروري تكون كيما سعى باتصابلي يعني لازم تكون متلسقش والله نورمال هنا حتى وليكن تتلاسق شوية يعني شوية طريب زيادة نورمال حين نخدموها في ليمول هنا يا مصرالة حتى حاجة العكس تمامنا حزجيكم هشوش أكثر أنا استعملت هذو ليمول تعالي باركات هما مصغيرونين لبنات صغار خلاص يعني في يدي هنا يبنوا الكوب واستعملت واحدة اخرين دائريين ما بعد تشوفوهم معايا هنا نجيب كورية من اللعجين ونحطها هنا في المول ونبلطيها لبنات ونعدلها في الجوانب حاول نضغطها هنا في الجوانب شوية والزائد هذك نحيب هذ الطريقة هكذا هذي احسن طريقة اللي نشرجوا بها المول خير من الطريقة تقليدية اللي كنا نطرحوا العجين وبعد نقصوا بهذاك المول ونحطوا العجينة هذيك يعني كنت نجيب الخدمة شوية بزيادة نحطهم في البلاطون نستفهم كامل ورح نجيب هنا ندروا الحشو اللي فيه 250 جرام مارغارين فيه كاس سكر عادي يعني حرش مع مبشور حبة ليمون ومعه ربح حبات سع بيض كما قلت شوفوا حطيت المكونات كامل على فرد مرة وراح نجيب الباتوغ هنا ونخلطهم مليح نضيف ثانية لفانية لبناتها شوفوا هنا نخلطهم مليح يندامجوا برك يعني المكونات هذو يندامجوا مع بعضهم ونبدأ نضيف هنا في المكسارات اللي تحب تخدم بالكوكا وتخدم اللي تحب تخدم باللوس تخدمها هنا يعني 500 جرام كوكا ومحمص مرحي بالكشور وشنين مرحيوه شوية رقيق مديروش خشين بزاف إذا مرحبوش الكوكا ولا مكسارات يكونوا خشين هاي لك نحط بشوية ونخلط نحط بشوية ونخلط شوفوا اللي بنات إلا حبيتوهم يجيوكم الحشو هذا كنقولوا مع عمرك تتعضي الحبات علقاتو تاعك تحسي بلي كين حشو هنا كثري له شوية مكسارات وإلا حبيته يكون خفيف بزيادة ما تكثريش بزاف ولكن انا نصحك ديري لابات بالطريقة هذي انا ماكملش ال 500 جرام بلكش طحت لي وحتى 450 جرام مكسارات هذا مكان انا الخطران لو لاحطيتهم في بوش حبيتنا نخدم بيهم بعد جلسني لابات شوية او الحشو جاني شوية ثقيل والليت بالمغارفة فقد عمرتهم هنا اول حاجة في القاعدة نحطوا شوية معجون كيما كتشفو ما تكثروش ثاني معجون بيهم يخرجو لكمش وهنا هايلك نعمروهم بالطريقة هذي غير بمغارفة برك يساعدكم الحال قطلكم إلا جاكم الحشو ولقيتو حبيتو شوية خفيف تقدرو يمشي لكم فلابوش ميا نادرتو شوية هكذا ناشف شوية على هذي لازمني المغارفة هكذا شارجيتهم كامل وعندي هنا يا كوكاو إيفيلي نجيبهم هنا ونساعدوا تهزو الكوكاو هذك وترشوهم والله كما أنا قلبتهم مباشرة هكذا بيتهزو مليح حاولوا تعمرهم مليح بالكوكاو هكذا البنات بهم بعد خطر كي تنفخوا يصرا فراغات بناتهم بهم يجيش شكل تحهم بشع هذا مكان نكملهم بنفس الطريقة كامل ونستفهم في السنواء وندخلهم يطيبوا كما نطيبوا لطاق تويلات عادية تشوفوهم نتحمروا من التحت عاودوا وشعلوا لهم شوية من الفوق ياخذوا لون خفيف ذهبي ولكن أستيس فقط طالبنا تشوفوا أنا عندي الكوزينية تعيرها شوية جوان تحعيان يدخلي لهوا على هذي تشوفوه ما مش طالعين مليح ولكن هما في الأصل يطلعوا لكم مليح وليك ما تجبدوهم مش كي طيبوه ما تجبدوهم مش خليوهم لداخل وطفيوا الفرن حتى يبردوا لداخل بها يقعدوا لكم بومبي هاملك هنا يا عندكم اختيارين للديكورية إما تزينوهم هكا بسكر غلاسي نص ديروه سكر غلاسي ونص تخليوا هكذاك أبيض ولا تطلعوهم بالمعجون شوفوا هنا انا جبت ورقة لبنت وغطيت النص من الحبة والحال النص الثاني غرب الصفاية هكذا عقبت عليها لسكر غلاسي والا هكذا والحبة اللي قعدوا لي درت لهم شوية معجون على الوجه المعجون رح يزيد يساعدهم للوجه هذك تخم يقعد لكم ملمع ويزيد يرجع طريق ثاني هذا هو الديكور خطرت لكم يعني كيمة تحبو سواء تديروهم بسكر غلاسي ولا تديروهم بالمعجون انا خلطهم درت النص هكذا ونص هكذا دي باركات الثاني درت النص غير بالمعجون والنص الاخر درتوه بسكر غلاسي بنفس الطريقة ولكن درتهم بشكل مائل اللي حكمت الحبات هذوك ميلتهم ودرت لهم الورقة هذيك البيضة ورشيت عليهم سكر غلاسي بهجي لهذاك السكر مائل هذي هي البنات هنا عندي الكرز المجفف ثاني زيت حكمت قطعت نص حبة نص حبة في كل واحدة وحطيتهم هذوك لي فيهم المعجون حطوهم مباشرة ليس يغيز فيهم والاخرين عاودوا طلعوا شوية ليس يغيز بالمعجون وحطوهم هذا هو الشكل تهم النهائي إذن البنات هذو هوا هناك كما تشوفوا بعد ما درتهم في الكيسات حبيت نعلكم القاوة متاحهم كيف هيجي شوفوا هنا يا راه يجيكم هذك صابلي خفيفة والحشو ثاني هذك يجيكم حشو معمر لاحظوا مليح مش كما الأحيان نلقاوه يجي بزافي فراغات للداخل كشغل اللي ما تحسيش كي تكون يتكلفية ما تحسيش به أنا نحب هكذا يكون يعني فيه حشو صح صح هذو هما الحبيبات شوفهم كيف يخرجكم بهين أنا زيت قطعة ورقة ذهبي لللمعة فقط للديكور وهذه هي الوصفة التعالي لبنات اللي اخترتها لكم لنهار اليوم نتمنى اللي بناتنا إن شاء الله تكونوا استفدتوا نتلاقاوه في فيديو قادم إن شاء الله سلام